السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه احتلال ملك العمومي ولا احتلال ملك البحري ولا احتلال الشاطئ كيف تشوفوا في هذا الفيديو موما غادي نخدمو هنشوفو هشنو السيدة شنو اللي عانت منو وديك الساعة غادي ندرجو فادشي ونطرحو اسئلة كاملين خصنا نطرحو هاد الاسئلة هو لماذا هاد وش مكينش التدبير وش مكينش حس التدبير في المغرب وش كينش وحدي اللي كيخمو كيفكرو نشوفو غير فقط نقارنو راسنا مع الدول الاخرى مثل اسبانيا شحل دير السيح كي يستقطبو ربح لهد بهد القديم مع تفقى لا سياحة داخلية لا سياحة خارجية لانا الاخبار كتوقات انتاشر وكل عام اصبح في تصاعد كل عام ولا هاد الشي اللي كنشوفو فيه في تصاعد كل مرة الاحتلال الملك العمومي مباسل يدلقى لا بلاج كاملة ما كتلقى فات بلاصة في انت بحر مشي كنقولو طبيعة الحال مشي كل شي اللي بلاج ولكن اغلبية نقدر نقولو ديال الشمال متلا او بعض الاماكن اخرى ما كتلقى بحل هاد الشي كنشوفوه قدامنا اجي نتصمتو بعدها لهد الاختبقوا معنا نتصمتو لها وشوفو اشنو بأيه بحركين ما شوفوه شوفو شوفوه يا في وقت تنزل اكثر من بحر اليوم مالين فاررخولت هذا الموال فائدة يجد بحر مcoon هل أخت الكريمة جاءت البحر لقيت كل شي معمرينه شادينه كل شي معمر تحجمكينا بغايت تيستمتع بالبحر كيمة الناس جاءت كتلقى وحدين حاطين من حق الناس يترزقوا هاداك مشي عيب ولكن مايتكراش البحر مايتكراش انهم يجي وحطوا الكراسي ديالهم وحطوا هادا الميضالات ديالهم وخاصك ما تنساوش تمارسي سبعين درهم ولا أقل حاجة خمسين درهم تخيل خمسين درهم انت غادي تكري مثلا في الشامل احنا ما ما يأخذوناش الناس ديالشامال وانكن اتشاعدكم مراعيق بزا وش تخيلوك هتبشي بغي تبشي الشامال الكرا غالي خاصك واحد ألف درهم لنهار زيد عليها خصك خمسين درهم تزيد عليها لباركينج مواقف سيارات تاو ما حدث ولا حرج عشرون درهم كلي أربعين درهم درهم كلي كل واحد على قبل سواعات صغيرة كيولي هادا البحيرة طالع عليك بحد ثمان خيالي في اليوم تقدرت وصلت الالفين وخمسمية درهم في اليوم وهادش يارا ما كينشتف دول دول اهرا هادشي علاش الناس اللي متوسطي الدخل من الفئات اللي اعتبروها متوسطي الى اعلى الدخل ارا كيفضلوا انهم يمشيوا الاسبانيا لان الشواطئ مميزة الاكل مميز اي حاجة مميز سولوا الناس اللي كيمشوا الاسبانيا وخيم وتماش سولوا هما يقول لك المعيشة ارخص واتلقى الجودة عالية جدا هنا ارا لما المثلتش من التسموم ارا تحمد الله مع كامل الاسف هادشي كنقوله صراحة وغيرة على بلادنا من اللي كتشوف ان هاد الاسعار والاتمينة كدقول لا حول ولا قوته الا بالله العلي العظيم مثال على ذلك هو في كيبان قال لك شفنجا بخمسة عشر درهم الغلاء يفضح زوار الشمال سفنجا بخمسة عشر درهم عايف تمان ديالا كين جوج برارد او جوج كقوس ديالاتاي ديرين اليوم خمسين درهم تخيل هاد ارا جشع هاد اول جشع بعيني اخدا وجوز فنجات وجوج كيسان ديالاتاي بتمانين درهم تمانين درهم هي ستاشر مياه هايا في هادي فاتورة امام اعينكم ارات نولتها الصحافة اه الوطنية اه نزيدكم واحد الفاتورة اخرى باش شوفوا ان هادشي ارا مشي مكدوب هادشي غاستغلال هادشي ارا ابشع استغلال هايا فاتورة اخرى اش كتقول هايا نشرة تاي صحفة الوطنية اه عصير ديال الاناناس جو اناناس بسين درهم اتناشر مياه تخيل اتشرب عصير ديالاناناس باثناشر مياه علما ان الاناناس فسوق الجملة الفاكيه كتسوا عشرة دراهم في سوق الجملة للفاكيه والخوضر الفاكيه كتسوا عشرة دراهم وما غديش يديدير لك طبيعة الحال الفاكيه راي يديدير معها الاناناس كي يجي مع الليمون ويا واحنا اتشي رعا بداونا ندخلو حتى في الوصفات سين درهم انا ناس سين درهم اش فنجا خمسة اشتر درهم هادو رفاتو الدولار فاتو الاورو فاتو امريكا فاتو الجميع الوجهات الممكنة اه اعوتاني انقرع لكم واحدة شنو وقع الوحد الشباب في مدينة تيطوان الواقعة اش كتقول الواقعة هادشي وقع دابة في شاطئ السوديو هادشي وقع في الصباح ان اربعة شباب جاوا لشاطئ السوديو يبا يتبحروا وجابوا مضلة ديالهم غيجلسوا جا عندهم واحد من محتل الشاطئ قال لهم الخوت خاسكم ترجعوا اللور هادو المتاقة خاصة بالكرا ديك الدراري قالوا له هادا ميلك عام جاوبهم لا رجعوا اللور وبدأ كيطلع في الهضراء ويحيح شوية ديك الشباب بكل صراحة نهضوا وجمعوا مضلاتهم ولبسوا عليهم زي ما لبسوا المزل لبس ديالهم ومشوا في حالاتهم بعد دقائق رجعوا ديك الشباب ومعهم الباشا وعناس القوات المساعدة مباشرة مشاوا عندك الكاري وجاء وجمعوا له الكراسة ومضولة وقالوا له ماشي ما حققت منع الناس من الجلوس في مكان عام وزيد على ذلك لم تحترض شروط الكراء اللي اعطاوك السلطات وهدي الصورة اللي كتبان انهم هاد الصورة اللي قدامكم مباشرة جمعوا له كل شي وكي تسدناه سيارة السيرفيس باش يحجزوا على الكراسة والطبالي والتعليق ديال هاد الناشط قال والله العظيم هاد شي اللي وقع ومازلت عليه والو وتحييل هاد الباشا صور ديال هاد الحملة هاي اكينا انا قاموا بوحد الحملة ها مشكورين صلوقات مشكورة غير اللي باش تفهموا الاخوان بان الممنوع اللي شي واحد يكري هال البحار كيكري ومع كامل اسف الجامعة كتكري للبحار كتكري فقط وضع المضلات ولكن ما كتكريش الارضية فنكلينا نشوفو هنا الحمالات ديال 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 السلطات هما كيجمعوا لي في الكراسة ديالو وكي انتا هاد الصورة اخرى من هاد بشكورة السلطات على هاد الشي اللي قامت بيه وهاد الشي خاصو يزيد يزيد اي وحد اللي كي تعدى على هاد الناس لان ففي الحقيقة هاد البحور اللي كي تكريه وراما ما ما عدا تشي معنى انك تكري البحار ما عدا تشي معنى بالعكس هاد اللي كيديرو هادش هاد البلساء اللي ولي تكدار وخصة الجماعات مدخول الجماعات ولا كيبغيوش يجعو الاقتصاد المحلي بالنسبة لها ديال منطقة هادوار ما كيشوفوش القدام هادوار كيشوفو حدرج لهم بتعني ان ما عاي يضمروا في المدى البعيد غادي يضمروا هادك سياح ما توحن ما يبقى يجي وفعلا هاد الشي اللي وقع لان هاد العام كان خطير بالنسبة للسياح الداخلية لان السياح ما ما طلعوا البحار حتى من خمستاش في شهر خمستاش من شهر سبعة او اكتر عادي بش بدو شوية بدت كتتتحرك عندهم القادية اما قبرا ما كانش كتتتحرك وهذا اللي غيبان في حد المقال اخر بدا نحيدو هاد ش هادوار المقال اش كي يقول اه كي يقول مقال انه كين تراجع الاقبال على الاسطياف بمدن الشمال يتير القلق ومستشار جماعي يعلق سجل بشكل ملحوظ ولافت تراجع الإقبال على الاصطياف في مدن الشمال خلال الموسم الصيفي الجاري وخاصة بمدينة مارتيل التي كانت في كل هذه الفترة من السنة تزخر برزوار الذين يأتون من كل حدب وصوب واختلفت الآراء حول الأسباب التي قادت إلى التراجع الذي بات يهدد الحركة الاقتصادية في المدينة الشاطئية والمنطقة كلها فيما يضع أرباب المنازل وأصحاب المشاريع أيديهم على صدورهم خوفا من استمرار الوضع وفي هذا الصدد أبرز محمد أشكور المحامي والمستشار بجمعة مارتيل أنه لدينا شريط ساحل كبير يجد فيه الزائر راحته وراحت أبنائه لكن ككل سنة يصطدم الزائر بعدد من السلوكات المشينة وأفاد أشكور أن أغلب الظواهر التي تعق السياحة تتحمل فيها جمعة مارتيل المسؤولية وذلك من قبل عدم تنظيم الشواطئ وانعدم المرافق الصحية والفضاءات لعب الأطفال واحتلال الملك العمومي واختناق الشوارع والأزقاء وعدم تنظيم المرائب والسماح بجاني أرباح منها دون أن يعود ذلك على المدخيل الجماعية بشيء وأشار المتحدث مهم نوقف على هذا النقطة هذا الأخ هذا السيدة البحامية هو شرح لنا بزاف الأشياء لأنه يستغل لواحد السيغلال اللي كبير بزاف الملك العمومي كيتستغل ولكن ما كيبانش ذاك الشيء ما كيكونش فضاءات طرفية أو أشياء اللي يترجع بالنفع المواطنين كاملي ما تنسوش بحل ده باكي الأغلبية كيقول لك بأن هاد ناس جاوا الناس عندهم هات شهرين اللي كيخدموا فيهم وما كين منسوا بأنه كين الناس را اللي عام كامل وواكيخدموا را كين الناس اللي العام كامل وواكيخدم على قبل هذك العشرة أيام ولا هذك الأسبوع اللي بغي قضيها وبغي يرتاح فيها ما يمكنش تتستغلوا حت العام حت الصيف كينف في ثلت شهر لا ما يمكنش سير خدم بما اللي توصل لوقت الشهر سير خدم دبر على رأسك توحد ما كي ممانعك وما يمكنش واحد جي تستغلوا واحد استغلال باشع هكاك وكاك اجنيو أموال طائلة وفالاخر ما كتبانش ما كتبان لا على مرافق لا على مراحيد على أشياء من هاد القبيل وهاد شي اللي كي يدمر بصراحة للسياحة الداخلية وهاد شي راه في بعدنا دار غار الدول أخرين غادي يفوتونا أغلبية الناس اللي عندهم الفلوس وعندهم الفيزارة ما يبركش لك هنا في المغرب صراحة لأنك اللي عاد تخسروا هنا عاد تخسر أقل منه بأضعف مضاعفة لك تي عاد تخسر هنا ألف ولتلسالف درهم في النهار وهذا رام شي معقول بالنسبة للناس اللي يلبس عليهم را كي يخسر كتا را كي يخسرت العشرة ألف درهم في اليوم ولكن هادو كل الناس بحد ما راي يفضل يقضيها في مكان اللي بالصح يستحق ما يقضيهش في مكان اللي فيه ملك العمومي خسك هذا بتقام مضاربة مع مولي باراسولات ومضاربة مع ملجي لصفار بردي الكتاف ومضاربة مع المطاعم تسمومات والفواتير المبالغ فيها إلى آخرين مهم أن نكمل هذا المقال لنختم الموضوع وأشار المتحدث إلى أن ارتفاع أتمنة الكراء في السنة الماضية وتسجيل حالات تسموم بداية الموسم الصيفي الجاري بمارتيل بالرغم من كونها حالات معزولة أعطت إشارة سلبية وعملت على تغيير وجهة الكتيرين واعتبر المتحدث أن تطوير القطاع السياحي بمارتيل ومدن الشمال رهين بمنع احتلال الشواطئ وحصن تنظيم المرائب ومراقبة الجودة والأتمنة مع ضرورة إحداث وتجهيز مراحيد ورشاشات عمومية وأماكن خاصة بدوي الإحتياجات الخاصة وغيرها قاعد هذه الأسباب للضافرة أراها كاملة ستؤدي أن العزوف عن السياحة في أماكن مثل الشمال وأماكن أخرى خاص تجويد المنتوج وخاصنا ما نقاش نشوفه فقط الدول الأخرى نشوفه الدول المتقدمة في المجال دي السياحي واللي قتستقطب الناس وبالعكس قتستقطب حتى السياح الأجانب نشوفهم وندروا بحالهم وفي الأخر هاد شي ارا غادي يعم والفائدة غا تعمل جامع لأن البلاد را مشي دي الوحد الفئة ومشي دي الجماعة أو مشي لا را دي المواطنين كاملين منطن جل قويرا را هاد البلاد دينا وخاص نحنا نعملو باش تكون أحسن في أحسن هذا هو اللي كان وشكرا لكم على حسن الإصغاء